سيدة تهال قبل الوقت يسرقنا عايزين نتكلم عن جمعية نساء تونسيات تأسسها أهدفها نشاطاتها هل حضراتكم حطين خطة معينة أو شكل معينة أو إنجازات معينة بعد فترة زمنية محددة تحبوا نقود كنون حقق إنها كلمين أكتر عن الجمعية بالنسبة لتكوين جمعية نساء تونسيات هي تكونت يعني بعد الثورة أساساً لأنه قبل ذلك كانت يعني تصنع الجمعيات لخدمة النظام لخدمة الحاكم وليس لخدمة المحكوم وليقيام بأجندات أيضاً معينة تنفيذها فبعد الثورة يعني انطلقت العديد ونتواجد يعني العديد من الجمعيات والحمد لله حتى العديد من الجمعيات النسائية لسنا الوحيدة عندها في تونس وكثير من الجمعيات الخيرية يعني تقريباً هذا يعني بعد الثورة يعني غمر كل الشعب تونسي إرادة المشاركة وإرادة بناء المجتمع نحن نشعر أن مجتمعنا هو في حاجة لكل طاقاتنا يعني طاقة المرأة المحجبة غير محجبة مرأة يعني كل المشارب الفكرية كل الطيارات يعني كل لاجب لابد أن تبني هذا المجتمع لابد أن نبني يعني مجتمع فيه من التنوع فيه من الاختلاف فيه من التمازل فيه من التعايش فيه من الجمال يعني هذا أكيد لذلك فكل يعني أمرأة منا مطالبة بتقديم يعني ما يمكن أن تقدمها يعني هذا المجتمع علمنا لابد أن نحاول أن نبنيه أن نعيد بناءه بعد الاستبداد وما مر به من تدمير فمن أهدفنا مثلا يعني خاصة إرساء ثقافة الحوار نشعر أنه في البلدان العربية ثقافة الحوار ليس فقط فيتونس ثقافة الحوار ناقصة جدا وهي أساس كثير من الاختلافات والتشنج حقيقة فلو تم طرح كل القضايا حتى لو كانت قضايا دينية لماذا؟ يعني لماذا لن نطرح القضايا بكل يعني أرياحية والحجة يعني ووضوحة أكيد وبهدوء وب يعني دراسة معمقة وعلمية ونطرحة لماذا له؟ آه دي أهم أهداف الجماعية يعني عندنا أكيد يعني أهداف كثيرة جدا يعني هو في الأساس هو مشارك في البناء آه هو نشاط اجتماعي أكتر أكيد هي جمعية ليست بجمعية سياسية جمعية أساسا يعني ذات توجه فكري ذات توجه اجتماعي تنموي أيضا اقتصادي لدينا بعض المشاريع التنموية لأن هناك يعني نساء مع الأسف يعني في مواطن معينة في تونس في أميك معين بقينا مهمشات ويحتاجنا أيضا إلى مدية مساعدة إلى مساعدتهم على العمل على تطوير يعني حياتهم لكي أيضا يعني يعني تؤثر في أسرتها فلدينا أكيد كثير من النشاطات وإن شاء الله خطط وبدأنا ببعض الإنجازات والحمد لله علاقة المرأة التونسية بالمرأة الفلسطينية وبالمرأة المصرية وخاصة أنها مرأة تجمع بين عدة ثقافات زي ما كنا نقول من شوية يعني هناك علاقة وطيدة جدا المرأة الفلسطينية نعتبرها مدرسة لنا ليس فقط المدرسة للمرأة التونسية فقط هي مدرسة أيضا لرجال تونس المرأة هذه المرأة المناظلة وابنها أساسا يعني هذا الطفل الذي رمى بالحجر في غزة الذي واجه الدبابة ربما هو الذي أيقظ أيضا شرار الثورة في تونس هو من الذين ساهموا زرع فينا العزة يعني هذا الطفل يتجرأ ونحن لدينا تشرع على الاستبداد يعني يعني حرك فينا أكيد يعني الكثير فالمرأة الفلسطينية هي امرأة أيضا مثقفة جدا ومرأة متعلمة في نفس الوقت هي مرأة محاربة وصحبة إرادة قوية جدا وهذا الدليل عنه المرأة العربية مرأة صلبة يعني تنحت في الصخر تنويلا تستسلم حقيقي بالنسبة لمرأة المصرية أكيد نحن نجلها ونحترمها يعني أيضا يعني تستحق من هو أفضل بكثير من وجهة نظر حضرتك ماذا تستحق أو ماذا ينقصها أكيد يعني أنا يعني أكثر شيء يعني يؤلمني في المشام مصري هي كثرة الأمية يعني هذه هي المرأة يعني مصرية سبحان الله يعني هي بليغة يعني بليغة لديها يعني حكمة لديها كذا فما بالك لو كانت يعني كل النساء المصرية تعلموا يعني ربما سيكون لك قيادة العالم جميل مشروع ديما بين مصر وما بين تونس وهي إدالة الأمية عن كل النساء العربيات كمان مش بس عن كل النساء المصريات أستاذ ابتهال عبداللطيف رئيس جمعية نساء تونسيات بشكر حضرتك على وجودك معنا هنا وبتمنى لحضرتك التوفيق في الندوة المصرية التونسية وهي سبب تواجد حضرتك في مصر وكل التوفيق لتونس شكرا أنا أشكر مصر وأشكر نايل تيفي نايل لايف نايل لايف التي استضافت وأشكرك أنت شخصيا شكرا لكم شكرا لكم شكرا حضرتك الحقيقة نموذج مشرف للمرأة العربية وتحديدا المرأة التونسية قوة الإرادة المحربة الإصرار هو سبب التواجد في أي مكان وهو سبب بروز المرأة العربية بشكل عام نروح لفصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا النهاردة في نهارك سيد خليكم معنا شكرا